هتعمل ايه يا حب? هتعمل ايه لو قلت لك في مبالي اقتصادي بحت جامد بيشغل بابجة اربعين فريم سبتين. وبرام حداشر جيجا ومساحة مية تمانية وعشرين جيجا. وصوت ستريو بطرية سبعة تلاف ميلا امبير. ايوة زي ما سمعت. وفوق كل ده شاحن تلاتة وتلاتين وط وشاشة تابلت ومعاها كل الكامليات في القلبة. مش نقصوا اي حاجة. النهاردة يا حبي كل ده موجود في التكنو بوفا سري الجيل التالت من سلسلة البوفا الموجهة للالعاب. بلزم في حد بيقولك يا حبي غيري. طب ما تعمل لايك واشترك وتفعل الجرس يا حبي. استني ايه? حقيقة الله يا فيديو النهاردة ما تقوب عليه جامد. وكالعادة سلام عليكم. انا على رمضان وانت بتتفرج على رأي المصري على يوتيوب. يا الله سهلا بيكم في فيديو جديد ويلا بينا نبدأ بدون كلام كتير. يلا اعطوا ودوز زهار الجرس عشان ما نفتاكش جديد. جاهزين? يلا بينا. يا الله سهلا بيك مرة تانية قبل ما ابدأ حابب اعرفك ان عملت فيديو عيوب للموبايل ده. عشان زي ما انت عارف الحق حقا ان يتبع فاشوف فيديو العيوب من الاي اللي فوق دي. ايوة ايوة الاي اللي ظهرت لك دلوقتي بالزبط كده. ويلا بينا نبدأ ستة وسبعين ميزة فيهم مميزات قوية وجديدة وفيهم مميزات عادية وفيهم حاجات تلتة كده جامدة في وتركات حلوة كده الناس بتحبها في تيكنو. الحاجات المخفى اللي انت هتعرفاش في تيكنو كده يعني. للمعلومة الموبايل ده بييجي بتلاتة الوان. لون اسود ولون ازرق واللون الفضي. والتصميم رياضي بصراحة يعني زي ما انت شايف رياضي روش جدا مع خط لمع في نص الظهر اللامع ده برضه. هتحس انك ماسك موبايل زجاج تقيل. مش خفيف من واقعة يلا سلامة. لكن هو بلاستيك. مش ازاز فهم? الموبايل بالكامل من البلاستيك وبيدعم شرحتين وكارتة مماري مع بعض في نفس الوقت. بيدعم كارتة مماري لحد مية تمانية وعشرين جيجا. الشاشة بدقة فول اتش دي بلاس. واجمها ستة فاصلة تسعة من عشرة بوصة. يعني يعني طبع سبعة بوصة. امتخيل شاشة تابليت هتاخدها في الفئة السرعة دي بتاع تلات تلاف جنيه. وهي اصلا قصر التكنو السعيدة قصدين الشاشة الكبيرة ديت اللي هي بتيجي تسعين هرتز. وطبعا فيها شوية كده هقول لها شوية كده. ولكن الشاشة الكبيرة ديت جاي بدقة فول اتش دي بلاس. ودي حاجة كويسة جدا مش ازام اعظم المنفسين. لان هم قصدين الشاشة بالحجم ده والكواليتي المحترمة دي. والتسعين هرتز عشان ده موبايل موجه للجيمينج. زي ما قلت لك فاول فيديو فاة البوفا دي موجهة للناس الجيمينج. بالنسبة الوضاع الاستاسية موجودة في الموبايل ده زي ووضع احماية العين وده عمل نايت مود في النظام وكده. طبعا عايز افكر ايكو حاجة مهمة جدا في الفئة السعرية دي خلاص ما بقاش فيه موبايل بسماع مونو. الموبايل ده جاي بصوت استيريو. وليه فتحة مخصصة كمان في الجزء العلوي. المهم هنا الموبايل فيه تقنية الاهتزازات الرواية اللي هتعيشك في مود الالعاب تعديدا في باب جي. هتحس باهتزازات عند النط عند الجاري عند ضرب. عند ضرب النار كلام ناكله البوكسات الحاجة دي كلها كل الكلام ده هتحس بيه باهتزازات جانبية محيطية كلافة الموبايل. حاجة عروشة بصراحة يا تفهم بقى السنة من الناس اللي بحب الحاجة التفهم. دي بتفعي جدا الله يا. الاهتمامات البسيطة دي. طبعا عندك بالنسبة الاداء بقى طالما جيبنا سيدة فعندك هنا المعالج مازال قوي جدا في فئة السعرية. ميديا تك جي تمانية وتمانين. وانا بفضل المعالج ده عن المعالج السيناب دراجون اللي هو في السعادات اللي نزل في النط حداشر. والمعالج ده بصراحة مكسح جدا وبدون ذكر اسماء مش حقول عليه. مشكلة بس المعالج ده انه بيجي بتكنولوجيا اتناشر انه. اه بيسحب حبيتين في البطارية بس طبعا البطارية مش صغيرة انا قلت لك سبعة تلاف ميل امبيرا سبعة الفل. ولكن خلي الايوب لفيديو الايوب يعني ازا ما قلت لك الحقها حقا انه اتبع حلاف الميزات. اعمل لايك بقى يا جدع عضل المجهود يعني ستة وسبعين ميزة يعني والله يعني دخل في زباق بحضر فيها. اعمل لايك. فاش حاجة. اللايك ببلاش والله يا جدعان فيه بس. المعالج ده فيه ميزة حلوة قوي. اللي هو الموبايل بيكون لسه فاتح وسريع جدا بمعنى الكلمة. مش هتحس الموبايل بيتفاج لها اي امر بتعمله. وهو لسه فاتح مباشرة. اللي هو تحس الموبايل وهو لسه فاتح بيقول لك ها حبي عاوز نفتح لك فاهم السلوب ده في صراحة. موبايل فعلا انا بخير لك هو لسه فاتح. مش تقيل خالص. زي موبايلات سامسونج الاقتصادية لهم احداشة والحاجات دي. طيب بالنسبة لده الاداء العام. الموبايل هو لسه فاتح بيكون سريع وطيار زي ما قلت لك. بالنسبة بقى الاداء في جوة التطبيقات وجوة الالعاب. المعالج الرسومي بقى هنا امال جي تنين وخمسين ام سي تو نفس المعالج الرسومي اللي جيب فريد ميتين وفي الامفين. المهم ده بيشغل بابج على ايه? شغل بابج عربعين سبتين بأدادات هاي اتش دي. وبشغل سري او دي على عدادات ميديم. عامة اخدها منه نصيحة المعالج ده يشغل لك كل الالعاب اللي في خيالك بأدادات متوسطة. لو حبيت تعليها ببرامج اكتر من كده هايزعالك شويتين. هطلعها تقطعين تنين تلاتة اربعة لانه ده طبيعي معالج اقتصادي بس ده احسن معالج اقتصادي. فمش هتحس بأزمة. بس في مفاجعة وحيدة بقدمها لنا المعالج ده. بالنسبة للمعالجات التانية. مسلا سنة دراجون لفاس ريادات اللي في النقط حداشر مش بيدعم الوبشن ده. هنا عندك اوبشن انك تقدر تحمل اللابة فورتوناية على المعالج ده. وهي بتشتغل على الاعدادات على حوالي خمسة وعشرين فريم تريبا بس بشكل رسمي. بسبب قوة المعالج. وكمان عندك وضع اللي هو بيحسن لك طبعا من اداء العلعاب وكده وبيخلي المعالج كل تركيزه في اللابة اللي انت فاتحها ويمنع انك اي شعارات رخمة واي مكلمات او الكلام ده عايشك في المود يعني. بعدين عايز اعرفك ان المعالج ده بيحقق على انتوتو بنشو ماركيش شهير بتاع اختبار المعالجات وكده بيجيب ميتين واحدة وربعين الف نقطة اقصى رقم حقا اول المعالج ده. متخيل لما بيسخن وتقرص عليه اه طبعا اداء وبيقلي شوية بيوصل مثلا بيتين خمسة وعشرين بيتين تمانية وعشرين الف. بس هو مازال مازال افضل معالج في فاتصرية. مين اصلا في فئة التلات الاف جنيه معالج بيوصل ميتين الف نقطة. في الفئة السرادة بيجيب المية وتمانين مية وتسعين الف نقطة. بالعافية. افكرك المعالج ده هو نفس المعالج الانفينيك سفوت حداشر اس ونفس معالج بس مع بطارة اكبر وشحنة اسرع وكمان تقريبة تصوير احسن خاصة تشبه الالوان وفي الاضاءة. خبر جميل جدا ان تكنو وضحت بشكل رسمي ان الموبايل جاي مصنوع بكاسة طبق التبريد للتشديد وتوزيع الحرارة بشكل مثالي. والموضوع ده فعلا باين. وواضح جدا يا جماعة. الموبايل حرفية ما بيسخنش. اخرج بس تحس ظهر الموبايل دافئ. ويكون جسم الموبايل كله اللي دافئ. مش الجزء اللي جنب الكاميرات بس اللي فيه المعالج. لا الظهر بالكامل بيكون دافئ. رغم المعالج دافئ انفينيكس وشاومي بيولع نار حرفية يعني. بالزاد في الجو اللي احنا فيه ده في الصيف. بقى في تلك الفيديو ده يعني. برضك الموبايل جاي بنسختين لو انت مسلا بشاف ان المية تمانية وعشرين جيجا كتير عليك فعندك النسختين هو مساحة اربعة وستين جيجا او مية تمانية كمان دي هتسحبها من المساحة الداخلية. يعني ستة وخمسة حداشرة جيجا هتبقى معاك الرام. لو انت عايز ده تمام مش عايز براحتك بس عايز عرفك ده بيموجود في الموبايلات الغالية من خمسة وسبعة تمن تلاف جنيه. موبايل بيجي من القلبة باندرية حداشر. واجهة الخاصة بتكنيوني. اللي تقدر تعمل نسختين من تطبيقات السوشال والكلام ده متاح فيها. وكمان في اوبشنت كتير جام ده زي مثلا اماءات الكاميرا واماءات والشاشة مغلقة. وحركة الرد على المكالمات دون ان انت تلمس الشاشة وكده. يعني تده ترد في المكالمات والكلام ده وتفتح وكل ده مجرم تلمس ابدا موبايل بيدك مش نضيف. وكمان تحمل استراهات الواتساب بكل سهولة من رأي خارجي ولا ولا تساب ده ولا الكلام ده. ده موجود في تكنو من رأي تطبيقات خارجية تحمل استراهات الواتساب بعد. وبالمناسبة ان الصوت بتاع موبايل ده وكده فعندك كمان تقنية اضافية في اسمها دي تي اس. التقنية دي بتحسن الصوت الاكتر. يعني بتخلي هو طبعا بتخسر الكواليتي. اللي هو وكده لو بتسمع عاغاني والكلام ده. بس لو في لعبة والكلام ده تقنية دي هتنفع الجمل. هتحس بصوت الحركة حواليك وكده. لو مش حاطة سماعة ودنه كده يعني. ما فاهمني? وعندك كمان وضع الاطفال اللي ترد تحدد فيه تطبيقات معاينة لطفلك ما يقدرش يفتح اي تطبيق تاني. غير تطبط لانت فتحها دي. وعندك قاعدة الجيميز بيز ملتلك تعزيزه بسرعة الالعاب ويمنع انك اي شعارات تعطلك اثناء اللعب. هو وضع كده اسمه سمارت بانيل اول شريط المساعدة الجانبية اللي كلكم عارفينه في انفينيكس وشاومي والعلمي وسامسونج. الوضع ده يعني لسه مضاف حديثا. في تيكنو فاحب توضح النقطة دي. عندك كمان سكينشوت بتلات صابع موجودة الحمد الله وضع تسجيل المكالمات هنا مش تابع لجوجل. ودي احلى شيء. مش بيعارف الطرف التاني ان انت بتسجله المكالمة. دي كانت المميزات الدخلية والشاشة بتاع موبايل والكلام ده. لنقلب بقى الموبايل على الضار وهتلاقي تلك كاميرات خلفية اهمهم من الاساسية الاولى. خمسين ميجا بيكسل وحارفين تيكنو فعليا بيثبات ان الكاميرا دي من تصنيع سامسونج بالكامل. عشان الناس اشتاكت من البوفا والبوفا القديم وكده في التصوير. طبعا العدسة بتاع الكاميرا الاساسية واسعة والتصوير ممتاز بصراحة يعني. تصوير ممتاز بقى الوان كويسة وزهية. يعني الاجالة القديمة والسوفت وير بقى زكي جدا في والتعامل مع الشمس والعضاءات العالية. اه مسلا يعني اواد ناسلا مش من اول صورة لها تتعامل بكده بس بصراحة بياخد صور بقى الوان مشابعة وتفاصيل محترمة جدا بالنسبة للسعر. خاصة الوانبايل جيمينج فعلوها انت ما يعني ما تلاجز افضل ما حدا واكرة من كده. ماشي الدنيا عشان الدنيا تمشي. زي ما يقول. الكاميرا التانية هنا بدقة اتنين ميجا بيكسل لعمق العزل والتالتة كيو فيجا للمساعدة يعني الكاميرا الاساسية في الاضاءة ضعيفة وكده. زكاة اصطناعة يعني. اه بصراحة مش هتحس بيها يعني بس انا حبيتها قلع لك ان دي هساعدك في الاضاء. طبعا الكاميرا بتدعم كل الاوضاع اللي انت تتخيلها عند تركيز التلقائي البي دي اي اف ووضع العزل الخلفية البرتريو كده. والنايت مود التصرير الليلي والتعارف عن مشاهد بالزكاء الاصطناعي لها تصور وعد مناظر طبيعية كده. وتقريبا الرقم الموجود والعنوانة الجغرافية والتركيز باللمس. وكشف الوجوه والابتسامات وبانوراما وتقنية وعدادات الايزو لو انت حاب تشكل الكاميرا على مزاجك. وطبعا تشغيل السريع للكاميرا والمؤقت الذاتي والاطلقات المستمر وعدادات التوازن اللي هو الابت. بصراحة تطبيق الكاميرا مليان مميزات وعبشانات كتيرة بصراحة حلوة عجبها كانت. وكمان موبايل بدعم تصور فيديوهات حتى كل المنافسين في فاس ساعة دي اخيرهم فل اتش دي. الا الموبايل ده بدعم تو كي. حابة فكرك نفس المعالج ده. في الوط حداشر اس وفي ريد ميتين. بصورة دي اكسي حاجة. هنا عندك الف روما واربين. فميزة كويسة من تكن. طبعا من غير سباتة الكروين يعني ما تباشى طلب مع. عندك طبعا تصوير فيديو بوكيه. موبايل هنا مليان بصراحة اوبشانات في تطبيق الكاميرا بتاعه. طب تكنو اشتاعت على نفسها جمزة هنا في التصوير. فعندك تصوير الفيديو بالبوكيه. يعني تعزي الاشخاص في الفيديو. في موبايل مش بسعه بس هيها بتقضي الغارض. وعندك كمان ميزة حلوة عاملها تكنو ان هي تحسن معك في الاضافة ضعيفة. فلاش امامي. يعني فلاش خلفي فلاش امامي. وعادس طبعا الامامية فاتحة على ساته. طبعا برضك السيلفي في برضك كزا يعني العزل الخلفية موجود ووضع التجميل للبنات والكلام ده وتحب الفلاتر والحاجات دي موجودة وتقنية واشرارة الالتقاط وكشف الوجوه والابتسامات والمواقات الذاتي. وزي ما قلت لك في فلاش امامي احسن معك عشان ما فيش في الكاميرا الامامية. وعندك تصير فيديوهات بدقة الف تمانين بي في السيلفي برضا. في هنا محترم باحترم علي تكنو بصراحة. اللي هو ينفع تشارك الواي فاي مع صاحبك. مع ميزة واي فاي موجودة عندك. اللي هو انت مش لازم تكون مسلا تديم بصور للراوتر بتاعك. لأ انت ممكن تخلي المبايل لكن انت راوتر ياخد من الراوتر نت ويديهم هما نت في عملي المبايل. الميزة دي حلوة جدا انا شو ما تعرفوش الباصل. الميزات الاضافية وكده في المبايل ده عندك طالع عن طايب سي موجود الحمد لله وبيدعم لوتو جي نتواصل في الاشي موز كيبورد ودرعات بليستيشن حاجة دي كلها متاح تواصل عن مبايل ده من خلال واصل لوتو جي بخمسة وعشرين تقليلين جنيه يعني مش حاجة تقدر تشتريع وتستخدم عادي. وطبع عندك دعم كل المستشاريات تصرع والقرب والبصلة. ومستشار الاضاف صراحة يشغال كويس جدا يعني والمكالمات مش بيعلى بصراحة زي المعالجة المستشار بتاع المكالمات هي نفس رائع جدا جدا وضقيق. ومش هو هاردوير حقيقي. فيا ريت نبص الحتة ديها شاومي والله يعني. هي ناس ايه في اقتصادية في نفس السهر بتاعك ويمكن ارخص وبتعمل مستشار المكالمات هاردوير حقيقي. مش بيعلى. البصمة هنا على زرور سريعة جدا عن المعتاد. وده اللي يمكن انت ملاحظوا باردك من التقريبات اللي بعرض عليكم كده. الموبايل بيدعمل في سرلوك باردك ومش اصل الحاجة بس كويس مش الحال. انما البصمة صاروخية. حاجة بقى اللي في الموبايل ده الجام ده البطاري سبعة تلاف ميلي امبير زي ما قلت لك. والحاجات اللي بتيجي في العلبة والكلام ده الشاحن تلاتة وتلاتون وطة موجود في العلبة. مش زي سامسونج كده الخمساشرات اللي مش عايزين يخلصوا الاشويلة بتاعت الشاحن الخمساشرات اللي عندهم. انا مش عارف. معلينة. المهم عندك طبعا في شريط خلفي بيضاء كده لعرض الاشعارات. اه ده ما توفر في نون الازرق بس يعني لو جيبت النون القابضة والرمادي اللي هو الاسرداني مش هتلاقي في الشريط اللي بنور ده. ده في نون الازرق بس. بنور الوان كده. اه مسلا في الاشعارات اثناء الشاحن. فهم? حاجة لطيفة كده وتفعه بس هي يعني حلوة. بدعم الشاحن العكسي. موجود لو عاستش عن مبالات تانية من البطلات ضخمة السبعة تلاف في الامبير دي. بدعم لحد عشرة عادي جدا. سماعات الاوزن بتاع الموبال ده موجودة في العلبة يا شاومي ويا ريلمي. موجودة في العلبة سماعات الاوزن ايتك محطة عادي جدا. وجراب ضرور الشفاف موجود في الموبال ده عادي معا في العلبة برضك وكتابة الضمان لحاجات اللي انت عرفينها دي. بس كفاءة ما فيش حاجة جديدة ولا اه في العلبة يعني تسقط. طب يا حبي سعر الموبال ده في السوق بالزبط عامل كم? في الوقت الحالي في الوقت الحالي الموبال لسه منتشرش بشكل كبير. هتلاقيه بس. لكن نادر ما تلاقيه في المحلات. لسه منتشرش في المحلات. هو لسه نازل اصلا في العراء وفي السعودية والدول العربية ما فيش من شهر. معلنا الموبال سعر رسمي مية وسبعين دولار. يعني بالمصري تلات تلاف مية وخمسين جنيه. زود عليهم مسلا من الضريبة الهشرين في المية جديدة اللي دفعوها ديات. اللي نضربة المضافة جديدة كامل المضافة جديدة يعني. هيبقى تلاتة خمسينة تلاتة نسعمية اقسى حاجة. وانا شافه بصراحة سريع منافس جدا. لو هتكارنه بالموبالات المنافسة. ورأيي بالكامل هتعرفه في فيديو العيوب. وهدي لك تقاياه من عشر والكلام ده. كله اللي متعودين عليه في فيديو العيوب. اللي انت لسه شابتوش لحد الوقت. ده انت اخي حتى ما عملتش لايك على الفيديو ده. يا جماعة يعني. والله يا جماعة لايك ببلاك. يعني نقدر تعب وموجود المحتوى شوية. طب ما تنساش بقى تشوف في فيديو العيوب هسيبه لك في اول تعليق تحت او في الايل فوزا ما قالك. وكلا عدا احنا وصلنا الاحسن فارقنا احباب فيديو كل وافقة صلاة نبي. الله صلى على محمد. الله صلى على محمد. الله صلى على محمد. الله صلى على محمد. وكلا عدا هقول لكس بتاعتك جدا جدا بالكلام معكم كما معكم على الرمضان نشوفكم على خير سلام عليكم ولا إله إله